أكيد عايزين مقدمة نارية مقدمة أسطورية مقدمة تشفي الغليل عايزين البيع الحلوة دي وانت كده كده بتشتري زي لما مسؤول يخش يكتب لك على فيسبوك مثلا مسؤول في نادي يقول لك والله أصل إحنا مظلومين أصل إحنا مكورين أصل فيه خناقة أصل التحكيم ظلم نواوة وانت بتشتري زي ما هيطلع لك مسؤول في اتحاد الكرة يقول لك أصل أنا مليش دعوة بتعين مدرب أو رحيل مدرب وحضرتك بتشتري زي ما تشتري الخناقات زي ما تشتري الفيديوهات اللي على يوتيوب زي ما بتحب الحاجات اللي هي فيها شوية فلفل وشطة والكلام اللطيف ده انت مظلوم أنا مش بدينك انت مظلوم عشان الكل بقى يعمل كده ولقاها بيعة سهلة بقى الكل بيبيع الهوى وكده كده في مشتري واحدا في مشتري يبقى هيطلع بقرة واحد جديد يبيع الهوى وواحد بعده يبيع الهوى اللي هو الهوى الهوى اي هوى اي كلام فاضي واي اخناقة واي مشكلة ليه؟ هقولك ليه؟ وهاجبها لك من ناحيتنا احنا ده والناس اللي بتشتغل على السوشال ميديا والناس اللي بيعرفوا يعملوا فيديوهات على اليوتيوب وخلافه كده 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 البيع دي بتبقى طعمها احلى وسهلة وما فياش مجهود وما فياش شغل وما فياش تعب انا ما اطلع اقولك مثلا فلان اتخانين مع فلان انا انا تعبت في ايه؟ انا كتبت في ايه؟ انا رحت زاكرت ايه؟ واشتغلت ايه؟ عشان خاطر ابيع لك البيع دي بيع سهلة وما فياش مجهود وكده كده لها المشتري بتاعها هتروح عند مسؤول نادي هو عارف ان جماهريته وثباته في مكانه ثباته في مكانه في مركزه كمسؤول انه يباع لك بيع زي دي برضه يشتغل يتعب لا اعم بلا اشتغل بلا طبع حاجة انا هطلع اقول ان انا مظلوم ومأهور وده ظلمني وده اهرني والحكم عمل فيه ومش عارف ايه هتروح للراجل بتاع اتحاد الكورة هتلاقي ما بيعملش اي حاجة اي حاجة غير انه يا اما بيرد على مشاكل التحكيم يا اما بيعين حكام عشان الاندية عايزة الحكام دول بعينهم يا اما يوقف حكام عشان الاندية دي مش عايزة الحكام دول يا اما هيقعد يدور على خبير تحكيم اجنبي لأني جيبتك خبير تحكيم مصري ودي الكورة المصرية نقعد نلف بقى في الدايرة دي نقعد نلف في الدايرة دي ويبقى الخلاصة شفت النهاردة فلان لما زعق لفلان لما هاجم فلان شفت الجريء شفت البطل شفت كله كله أبطال من ورق أبطال من ورق وتكتشف كمشجع كمتابع كمحب البلدك كمحب لرياضة بلدك إنه في الآخر هوى النتيجة سفر النتيجة سفر إحنا غرقانين غرقانين في الكلام اللي أقوله ده غرقانين وما مش حد عايز يشد وينقذ مفيش كلنا بقى إيه يلا أنا أتخسران إيه يا سيدي بقى ما تجوتش ما تعملش نفسك فاهم ومشاطر ولسه هتقولي الأسباب الحقيقية لخسارة منتخبنا الوطني للشباب كذا وكذا وكذا ولا أقولك إحنا المفروض نعمل واحد اتنين تلاية اربعة عشان نتطور لما تيجي تقولك كمتين دول يقولك يا عم انت الكلام ده ما يبقاش تبيعي إزاي إيه يا جماعة محمود جابر الكلام بيبقى كده إيه يا جماعة المدرب ده ازاي اخترته ده ما يعرفش حياته إيه يا عيد ده يا جماعة ده ما ينفعش يلعب كرة إيه يا جماعة اتحاد الكرة ده اللي جاي إزاي بمناسبة اتحاد الكرة نايس النهاردة كلها بتهاجم وتنتقد اتحاد الكرة عشان نتيجة منتخب الشباب هو طبيعي طبعا لما لو منتخب الشباب نجح برضو هينال اتحاد الكرة إشهدى هو الاتحاد الحالي أو اللي قابله بس بشراحة كده على ضوء متابعتك للكورة على ضوء متابعتك للكورة افتكر معايا كده انا اتحاد كورة جيه لمصر وقلت الاتحاد ده مثالي ورائع واطور الكورة المصرية افتكر كده سميلي اسم واديني الدليل بتاع الاسم ده هي كل يوم بتتغير اسماء والوضع واحد عشان برضو الكل بيبقى في حتة او بيشتغل في اماكن مش صحيحة احنا كلنا اي اتحاد كورة ايجيه نمسك بس ملف في التحكيم ده نحلو بقولك ايه احنا هنعمل جدول الدولة بص انا بقولك المشاكل والحكايات اللي اي اتحاد كورة فات او حاضر بيشتغل عليها سيبك من الحاضر دوت عشان هو ملوش علاقة بالجدول بتاع الدولة بس فارج بقى اللي فات كله ايه 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 اي اتحاد الكورة بيعمل فيه إيه؟ لاشيء؟ لاشيء؟ الاسم اللي موجود حالياً وعلها كل اللي احترام مدر منتخب الشباب والاسم اللي موجود في المنتخب لتحته منتخب النشين والاسم اللي موجود كان في المنتخب وليهم قبل ما يجيبه واحد أجنبي أي اسم موجود بيتم اختياره على معايير عاملة إزاي وعلى أسس عاملة إزاي؟ لاشيء؟ هي كلها؟ بقول لكم يا جماعة ما تشغلون فلان؟ اللي بيتكلم ده واحد بيبقى بتعكورة برضه يعني الناس بتعكورة صح بيعني اللي بتعكورة ما تشغلون فلان ده الراجل ده محتاجي ياخد فرصة ما تشغلون علان طب مش معنى فلان اشتغل وده ما اشتغلش طب ده يا جماعة ما عندوش شغل دلوقتي طب ما تدروا هو الشغل شغل شغل مدر منتخب مصمي نوعه ليه شغل ده اللي بيحصل وقلت لحضراتكم من يومين لما منتخب الشباب خسر من المنتخب النيجيري هل حضراتكم تعلموا ما يحدث في قطاعات الناشئين في مصر في كل الأندية؟ انا بكرد الكلام تاني عشان اللي ما اسمقش المعنى لعله عسي يسمع المرة دي وان كان يعني الكل عارف الكل عارف ان قطاعات الناشئين في مصر معظمها في مجاملة في عملية اختيار اللاعبين السهار في مجاملات دي مش سر يعني حضراتك لو لايه امر لو حضراتك اصلا طفل روح تختبرت قبل كده انت شايف المجاملات بتحصل قد ايه في كل الأندية؟ في أندية ما شاء الله دلوقتي بحجة الاستثمار بقى تاخد من مواهب او مش المواهب بقى بتاخد من اللي بيجوا ينضموا لفرق الناشئين فلوس عشان يلعب وبالتالي انت غالبا مش هتلاقي المواهب هتلاقي اللي بيعرف يدفع فلوس طيب اختيار المدربين اصلا في قطاعات الناشئين في الأندية بيتم على حساس ايه؟ اللاعب المعتزل اللي بيتكرم او اللي مش لاقي شغل برضو او يعني محتاج شغل بلاش عشان بس الأفضل تبقى مناسبة اللي محتاج شغل فاديله هو ايه؟ فرقة طيب في معايير راجل ده دارس طيب على ذكر الكابتن محمود جابر وانا اصلا قبل لما كل تكلم وبدأ يتحول الترند للدفاق على الكابتن محمود جابر كان فيه جزء كده كانوا بيهاجموا الكابتن محمود جابر وفيه جزء او نفس الجزء تحول وبقى يدافع من الكابتن محمود جابر عشان بقى تلموضة ان احنا ندافع على الكابتن محمود جابر بس انا كان رأيي من الاول انه ما يشدش الليلة لوحده ده خطأ منظومة خطأ منظومة كاملة من اول الاندية اللي فيه مشاكل في قطاعات الناشئين لاتحاد الكرة اللي لا عارف يرائب على قطاعات الناشئين في الاندية ولا عارف يختار مدرب لمنتخبات الشباب لمصر وبالمناسبة هو مدرب منتخب الشباب ده بياخد مرتب كامل هتلاقيه مرتب ضئيل جدا مدرب منتخب الناشئين ده بياخد مرتب كامل هتلاقيه ضئيل جدا فانت برضو بتجيب اللي على قد ايديك والله انت حاومت بضجة لمنتخب الشباب ده كذا لا مش ينفع المدرب ده هات المدرب اللي بياخد الراكم ده انا بكلمكوا بس من الاخر يعني بحاول بس نوصل للحلول او نوصل للمشكلة لعل لو عسى نعرف نوصل للحلول هي مدرب موافق يعني موافق على أي رقم وحباً في بلده طبعاً ومنتخب بلده بس تمام ياخد أي رقم علماً أن منتخبات الناشئين والناشئين المنتخبات الشباب والناشئين هم دول النوابة اللي هتبقى المنتخب أول هم دول مستقبل الكرة المصرية لـ 15-20 سنة فنجيب أي حاجة لا مش أي حاجة ده أنت بالعكس ده أنت مدرب منتخب الشباب ده تتفعله أعلى رقم تجيب أحسن واحد إن شاء الله ده هتجيه برضه أجنبي بس تجيب واحد بالمناسبة كانت محمود جابر بقاله سنتين متولي هذه المهمة ودي كانت النتيجة نخرج من كأس الأهم الأفريقية بنقطة واحدة على ملعبنا متزيلين جدول الترتيب بدون أن نسجل هدف واحد أجمل إيه؟ طب أنا أقول إيه كلام كويس في الظروف اللي زي دي أنا بقول أجمل ليه؟ عشان أنا بعدتي بحاول أدور على النقاط الإيجابية اللي أمسك فيها وأقول تعالوا نبعد عن النقاط السلبية وننمي النقاط الإيجابية بس أنا هعمل إيه دلوقتي؟ أنا برضو غيور على بلدي غيور على اسم منتخب بلدي ترجمة نانسي قنقر